موسيقى اهلا وسهلا بكم في صدق اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية ولكن بعد اهم العنوى في الهيئة نت لليوم الثاني على التوالي الصلوطات الحكومية تواصل قطع الانترنت في العراق في المدى جرح المتظاهرين يعزفون عن مراجعة المستشفيات خشية الاعتقال في كتابات الامم المتحدة تطالب باجراءات عاجلة لمحاسبة مرتكبي المجازر ضد متظاهر العراق في الجزيرة نت تفاصيل جديدة بتحقيقات الكونغرس واستدعاء كبير موظفي البيت الابيض في القدس العربي رغم القمع العراقيون يتدفقون على ساحات مصرين على رحيل الحكومة في العربة لندنية فكل ارتباط بايران هدف رئيس للمحتجين العراقيين وفي الشرق الاوسط محتجون يروون مشاهد الموت في مظاهرات العراق أهلا بكم يختصر مشهد الموت أو مشهد المواجهات التي جرت أخيرا حول القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء اختصر جوهر المعركة التي قرر العراقيون خوضها لاستعادة كرامتهم الوطنية المهدورة واسترداد مواردهم المنهوبة ومعها مستقبل أبنائهم الذي صدرته طبقة سياسية تأخذ أوامرها من وراء الحدود وتمثل جزءا من محور استبداد وفساد يمتد من طهران إلى بيروت مقال للكاتب مروان قبل أن نشرته صحيفة العربي الجديد منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 بدى واضحا مدى إفلاس الطبقة السياسية التي جاءت إلى الحكم بمعية واشنطن ومباركة طهران وبدائية رؤيتها في إدارة شؤون البلاد إذ تم التعامل مع الدولة باعتبارها غنيمة حرب جرى تقاسمها والسلطة التي أخذت بسيف الأمريكان جرى تحاصصها طائفيا وأثنيا وفق مبدأ هذا لكم وهذا لنا وبدلا من نظام رئاسي متسلط يتحكم بموارد الدولة وريوعها نشأ نظام برلماني زبائني والسعدائرة توزيع الغناء بين مكونات النخبة السياسية التي استولت على الدولة فنشأ واحد من أسوأ أنظمة الفساد في العالم بحسب منظمة الشفافية الدولية لا عجب إذن أن تغيب الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصرف والصحة وأن تصل البطالة بين الخرجين إلى ثمانين بالمئة هذا هو الواقع الذي قرر العراقيون الانتفاض عليها وقد جرت الاستهانة بوعيهم والاستخفاف بعمق انتمائهم الوطني بعد سنوات من التجييش الطائفي والمذهبي في مواجهة جزء آخر من أبناء وطنهم يشاركونهم البؤس والتهميش لقد أسقطت التظاهرات بحسب الكاتب التظاهرات التي خرجت من المدن والمحافظات ذات الغالبية الشيعية لقد أسقطت خطاب التعبئة والتخويف الطائفي من عودة حكم السنة وهو الخطاب الذي استخدمته أحزاب السلطة طويلاً لضمان بقاء سيطرتها عبر تعميق الانقسامات وتخويف العراقيين من بعضهم إلى مقال جديد الربط بين ثورتي العراق ولبنان وبين المؤامرات والأوضاع الإقليمية ربط فاسد هذا ما تقوله أوضاع داخلية ملحة في البلدين وأراء ومواقف وأعمال تواكب هذه الأوضاع وتصفها لكن الربط الفاسد هو ما ينبع من وعي فاسد وعي تآمري ممزوج برغبة عميقة في استخدام الولدين وأحداثهما في النزاعات الإقليمية مقال للكاتب حازم صاغية منشور في صحيفة الشرق الأوسط حول دور إيران في المنطقة العربية في الحالتين الثوريتين للعراق ولبنان تعجز النظريات على أنواعها عن تمويه دور إيراني نافر لا بمعنى تآمري للكلمة بل بمعنى يسعى أن يكون موضوعياً وهو قابل للبرهنة في أقوال حسن نصر الله وأفعاله كما في تغريدات علي خامنائي فطهران ذات العلاقة المتوترة مع إقليمها ومع العالم لا تملك التصرف كدولة محدودة بحدودها كما لا تملك التصرف بما تقتضيه أحوال السلم والعراق خصوصاً ولبنان أيضاً ينبغي أن يرفض أي تغيير فيهما لأنهما وفق النظرة الإيرانية موقعان استراتيجيان لإيران وفي حالات الحرب والتوتر تغد التضحية بموقع حربي ترفاً لا يتحمله قائد المحاربين المشكلة التي تظهر في العراق أولاً وفي لبنان ثانياً أن إيران لا تملك القدرة على بناء أوضاع بديلة عن الأوضاع التي تسهم في تقويضها إنها تحمل مشروعاً إمبراطورياً مفلساً ومحاصراً ينجح في التقويض ويفشل في البناء يكفي التذكير بالانتفاع من ثروة العراق في مواجهة الحصار يكفي التذكير في ظل الانتفاض الواسع على الفساد أن الطهران تقدم نموذجاً فاسداً مقابل مشكلة إيران هناك مشكلة أذرعها أكان في العراق أم في لبنان فهذه وبشيء من التفاوت تريد أن تمسك بالسلطة في بلدانها ولا تريد ذلك في الوقت نفسها إنها تملك وتحكم ولا تسأل هذا المشروع سواء تمثل بقيادته في طهران أم بامتداداته في بغداد وبيروت لا يفتح على سياسة فكلما تجمع ألف عراقي أو لبناني في ساحة ما خافت القوى المرعية من إيران وانتابها التوجس إنها حالة لا تعيش إلا في هامش يتأرجح بين التوتر والعنف مصحوبين معاً بالترد الاقتصادي فإما ازدهار هذا المشروع وتعفن الشعوب المطالبة بالتغيير والممنوعة عنه وإما التغيير وانهزام مبدأ خامنائي مضحك ومسل ولذيذ هذا الإصرار على سخرية من احتجاجات العراقيين من جانب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وهو يحاول أن يدافع عن فضيحة قتل أكثر من ثلاثمائة مواطن وجرح أكثر من عشرة آلاف ليقول إن الحكومة لا تزال في موقف المدافع وإن ما قامت به هو قليل ففي بعض البلدان تحصل إجراءات أقسى علي حسين يكتب في المدى عن القتل والاختطاف في العراق قتل ثلاثمائة مواطن أمر قليل الأهمية خطف المتظاهرين من بيوتهم وتغييبهم أمر قليل الشأن فالمفروض أن يعدم المتظاهر في ساحة الاحتجاج يعرف السيد عادل عبد المهدي وهو يحمل الجنسية الفرنسية أن مقتل متظاهر واحد في شوارع باريس يمكن أن يطيح بماكرون وحكومتها وربما تسنى للسيد عادل عبد المهدي قراءة مذكرات الجنرال ديغول وكيف يصف خروج الطلب عليها عام 1968 وهم يحملون لافتات كتب عليها ديغول أرحل عشر سنوات تكفي لكي تتقاعد لم يحدثهم عن ذاك عن الفراغ الدستوري ومن سيجلس على كرسي الرئيس وأن الاستقال في جيبه لن يخرجها حتى يصل عدد قتل التظاهرات إلى ألف عندما يقدم المسؤول استقالته بسبب خطأ بسيط فهذا يعني أنه يدرك جيداً معنى أن يكون مسؤولاً عن الشعب لكن عندما تخطف فتاة مثل صبى المهداوي جريمتها الوحيدة أنها ذهبت لمساعدة جرح التظاهرات ويقتل صبي أعزل حسوني الدراجي برصاص قناص لأنه وقف على تلة ترابية وهتف باسم الوطن ندرك جيداً أن الحكومة لا تملك بعداً أخلاقياً لأنها صمتت أمام ما يحدث من مجازر لا توجد قيمة للمواطن في بلادنا السعيدة إذ يمكن لأي قناص أو ملثم أن يقتل متظاهراً وستعد الحكومة ذلك إنجازاً يضاف إلى إنجازاتها وحلاً مبتكراً للقضاء على ظاهرة الزيادة السكانية ولهذا لم يتطرق السيد عدل عبد المهدي لاختطاف صبى المهداوي لأنها في نظره الآن ترفل في النعيم أعداء الانتفاضة العراقية الخمسة مقال للكاتب إبراهيم الزبيدي يقول فيه والمنشور بصحيفة العرب اللندنية يقول إن جميع قادة العراق الحاليين يعلمون أن انتصار ثورة الشعب العراقي يعني أنهم جميعاً سيكونون إما وراء القطبان أم قتلى أو هاربين من وجه العدالة ولا يشك إثنان في أن القبض على العراق ساعد نظام الملالي على الاستقواء في سوريا والتمدد نحو لبنان ثم إلى اليمن لمحاصرة دول الخليج العربي وبهذا يصبح النظام الإيراني أول أعداء الانتفاضة الشعبية العراقية وأخطر الساعين إلى إفشالها بكل الوسائل والأساليب فالإيرانيون لا يستطيعون أن يتحملوا خسارة العراق خصوصاً في وضعهم الخانق الحالي وذلك لأسباب وبدوافع عديد سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية ولمعرفتهم بأن حلمهم القومية الإمبراطوري يعيش ويكبر ويترعرع في العراق ولكنه يموت فيه أيضاً ومع النظام الإيراني تأتي الطبق السياسي والاقتصادية والأمنية والعسكرية والإعلامية العراقية الحاكمة في المنطقة الخضراء بأمر المحتل الإيراني وبركاته وموافقاته لتكون العدو الآخر المستقتل والمستميت في وأد أي انتفاضة شعبية من أي نوع لم يستحي مسعود البرزاني ومعه جميع أفراد أسرته وآخرون من السياسيين الكرد المتحاصصين معه في اقتسام كردستان من إعلان تأييده الحازم والحاسم لعادل عبد المهدي غير عابء ولا سائل عن مسؤولياته الأولى عن مئات الشهداء وآلاف المصابين والمختطفين من شباب الوطن المسالمين الذين لم يحملوا حتى سكين مطبخ ولم يطلبوا غير الخبز والكرامة والعدانة إن الإيرانيين ووكلاءهم العراقيين جاهزون ومتأهبون وعازمون على ردم ساحة التحرير بالمدافع وصواريخ ودك منازل المنتفضين في النجف وكربلاء والناصرية وغيرهم بالبراميل المتفجرة إذا بلغت الأمور خطها الأحمر الأخير إلى نيويورك تايمز الآن نشرات صحيفة نيويورك تايمز تقريرا لمديرة مكتبها في بغداد إليسا روبين تقول فيه إن الأمر بدأ هادئا قبل شهر باحتجاجات متفرقة وتوسع تلك الاحتجاجات وبانتظام حتى تظهر الأسبوع الماضي أكثر من 200 ألف عراقي في بغداد غاضبين من الحكومة العراقية والمحتل الأجنبي لكن ليست أمريكا هذه المرة بل إيران في الوقت الذي تختبئ فيه قيادات العراق الحالية في المنطقة الخضراء حيث كان يختبئ المسؤولون الذين أداروا الاحتلال الأمريكي للعراق سابقا فإن المتظاهرين في الخارج يقومون بتوجيه غضبهم ضد جمهورية الإسلامية في إيران التي يرون أنها تملك الكثير من النفوذ ويهتفون بغداد حرة حرة إيران بر بر وتقول الروبين أن هناك نظال كبير في الشوارع والميادين في العاصمة العراقية وفي الأزقة وأروقة الجامعة في مدينة كربلاء حيث المقدسات الشيعية وحيث ألقى المتظاهرون يوم الأحد القنابل البترولية على القنصلية لتشكيل مستقبل العراق وتجد الكاتبة أن إيران وإن كانت هي الهدف المباشر لغضب المتظاهرين لكن المعركة أوسع من ذلك فهي صراع بين جيل جديد من الشعب العراقي وجيل أكبر وأكثر تحفظا بين نخبة سياسية وجماعة منتفضة ترفض قيادتها وترى الصحيفة أن أهم من ذلك كله هو الصراع بين أولئك الذين أثروا كثيرا منذ أن أطاح الغزو الأمريكي بصدام حسين ومن يعيشون على الكفاف وينظرون بعين الغضب إلى الأحزاب السياسية وبعضها مرتبط بإيران وتوزع الأموال على الأشخاص الذين لهم ارتباطات جيدة واتنوه الصحيفة إلى أن النظام أصبح بعد غزو عام 2003 قائما على المحاصصة الطائفية الذي وضعه العراقيون بأنفسهم لكن بتمكين أمريكي لهم لفتة إلى أن إيران استغلت ذلك الإطار لتقحم نفسها في السياسة العراقية للمقال الأخير الآن والمنشور في الدستورة الأردنية وجاء فيه ليست إيران وحدها من تبدأ اهتماما فائقا بانتفاضة هي الشعبين العراقي واللبناني إسرائيل أيضا تراقب الوضع عن كثب مقال حول اهتمام إسرائيل وإيران في الثورة العراقية كتبه عريب الرنتاوي في صحيفة الدستور الأردنية الانتفاضتان تجذبان اهتماما اقليميا ودوليا متعظما وثمت خشية على المنتفضين من مغبة ضياعهم في دهاليز صراع المحاور وحروب الوكالة المحتدة في المنطقة منذ عشر سنوات على الأقل مرشد الثورة الإسلامية رأى في الانتفاضتين أعمال شغب وحث المنتفضين على احترام القانون والمؤسسات لا أدري إن كانت الثورة الإسلامية ذاتها ستندلع لو أن الثوار احترموا القانون والمؤسسات وهو نظر إلى هاتين الانتفاضتين بوصفهما فعلا مدفوعا من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وعواصم أخرى لا أدري إن كان بمقدور هذه الأطراف مجتمعة أن تخرج ملايين شبان والصبايا إلى الشوارع وما لم يقوله المرشد صراحة قاله ممثله بكل صلف على الشباب الثائر الذي يتخذ من الحجد الشعبي رمزا له والحقيقة أنني لا أعرف من أين جاء بهذه المعلومة أو كيف خلص إلى هذه النتيجة أن يتوجه لاحتلال السفارتين الأمريكية والسعودية ولا شك أنه صدم بأن الشباب الثوري رفع العلم العراقي فوق القنصلية الإيرانية في كربلاء ولم يستجب لدعوته الثورية التي تزامنت مع حلول الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأمريكية وحدوث ما بات يعرف بأزمة الرهائن يتابع ريف الريندوي قائلا أن الانتفاضتين المباركتين التي اندلعت في لبنان والعراق تتعرضان حاليا لهجمة شرسة من قوى الإقليم المتناحرة والخشة كل الخشة من حرفهما عن غايتهما التي تبقى ناثنة إلى الخبر الذي اخترناه لكم وفيه قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رسالة بالفيديو أمس الأحد قالت أنه يجب أن يكون لدى بلادها مليون محطة شحن للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030 وذكرت قبل اجتماعها مع صناع السيارات اليوم لمناقشة ألية تسريع الانتقال إلى السيارات التي تعمل بالبطاريات المنخفضة قائلة لهذا الغرض نريد إن شاء مليون نقطة شحن بحلول عام 2030 وسيكون على صناعة المشاركة بهذا الجهد هذا ما سنتحدث عنه نشار إلى أن ألمانيا لديها الآن 20 ألف نقطة شحن عامة وتلتزم فولكس فاغين التي ينضم أويل لعضوية مجلس الإشراف فيها تلتزم بالانتقال إلى السيارات التي تعمل بالبطاريات ولكن تحتاج رؤية المزيد من البنية التحتية في مجال نقاط الشحن لتسويقها بنجاح إلى الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شاهدين أن هذا كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من صد الأقل نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم شكرا لكم